بمناسبة عيد نياحة البابا كيرلوس السادس بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية السابع والعشرين بعد الماء احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأردن بقداس إلهي ترأسه قدس القمص أنطوني الصبحي بحضور جموع من المؤمنين إلى المزيد وسط ترانيم وأهزيج روحية احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأردن بقداس إلهي بمناسبة عيد نياحة البابا كيرلوس السادس بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية 117 في تاريخ البابوات ويعتبر رمزا مسيحيا كبيرا تخطط شعبيته مصر ودول العالم بدأ القداس الذي ترأسه قدس القمص أنطوني الصبحي بمعاونة القسم مخائيل ثابت وشمامسة الكنيسة بصلاة الأجبية والمزمية من ثم القراءات الرسولية والإنجيل المقدس بحضور جموع من المؤمنين وتحدث القمص أنطوني الصبحي في عظته عن إنجيل معلمنا لوق البشير الذي تحدث فيه عن الصلاة الربية التي علمنا إياها السيد المسيح حيث تأمل قدسه في كلمة أبانا ومعانيها العميقة حاثن المؤمنين على عيش الكلمة في حياتنا وأن نجعل الله أبانا يدير أمور حياتنا إحنا الوحيدين كمسيحيين إحنا الوحيدين في شعوب البشر كلها اللي نقول ربنا أبانا إحنا الوحيدين كمسيحيين بمختلف الطوايف اللي نتجرأ ونقول له أبويا السماوي إحنا الوحيدين اللي بنا وبينه دالة أعطيت لنا من خلال اختياره لنا كأبناء ليه وخاصة ليه زي ما قال قد اخترتكم وميزتكم من بين الشعوب لتكونوا ليه كونوا قديسين كما أني أنا قدوس أيضا كما تحدث قدسه عن مثل الإبن الضال مشبها المثل بحياة الأبوة الأرضية حينما سامح الأب الإبن الضال وتسأل قائلا ما بالكم بأبين السماوي الذي دائما يصفح ويسامح وفي مثل الإبن الضال المسيح بيأكد لنا إنه مش هيخليك تنطق بكلمة لست مستحق أن أقول عليك يا ابني أنت ابني طب والكنيسة كلها يا رب قال بس 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 ما وإنتوا عشان في بنوة في أبوتي ليكم وبنوتكم معايا لا أعود أسميكم عبيدا خلاص ما فيش سيد وعبيد بل أسميكم إيش أحباء إيه الجمال ده إيه إيه الأب الحنون ده إيه ده ده في حاجات مش عارفين نعبر أنها بالكلام لا أعود أسميكم عبيدا شوف نظرة ربنا لكل واحد فينا أنت مش عبد بس إحنا بقى نقوله في اللحن بتاع يا الله رحمنا نقوله نحن وإيش عبيدك إحنا مش نسيين الزمن بتاع جدود جدود جدودنا لما كان فيه السيد والعبيد لما نقوله نحن عبيدك في اللحن مع الشمامسة إحنا بنقوله ما ننساش أصلنا الطراب ونقر في مضمونها أن نحن أولادك يا رب أبانا الذي في السماوات والعلامة دي كده العلامة دي كده وفي جانب آخر من العظة تحدث قدسه عن فضائل قديسنا المعاصر البابا كيريلوس السادس الذي تعيد له الكنيسة في مثل هذه الأيام وعن المعجزات التي يصنعها لكل طالبي داعين الجميع للتمثل بسيرته العطرة التي فاحت أرجاء العلام والبابا كيريلوس بتنطبق عليه الآية اللي بتقول وإن مات يتكلم بعد ما زالت كتاباته وما زال هو كان وعزه أليل جدا يعني لكن بركاته وشفاعته والمعجزات اللي بتحصل شبه يومي في ديره في كينجي ماريوت في دير قديس العظيم ماريمينة وبرضو أنا بقول أنا أصغر بكتير من أن أقف وحدثكم عن هذا العملاق الكبير وأنت أكيد متابعين المعجزات هنا وهنا وهنا وأعتقد أن يندر أن يكون هناك مسيحي في الكرة الأرضية مسيحي واحد ما لهش علاقة مع البابا كيريلوس وبيتشفع به ليل وانهار وبعد العظة وتقديس القرابين تناول المؤمنون من سر الإفخارستية المقدس ممجدين وفريحين من ثم تلاش مامسة الكنيسة تمجيد للمتنيح البابا كيريلوس حيث جال الأباء الكهنة في دورة حول المذبح والكنيسة حاملين أيقونة البابا رافعين الصلوات والطلبات مع البخور نشر المسيحي هي بنيوت أفاكر اللوز بعقوبة عاد لنا رفاد حبيبنا وبعد القداس الإلهي احتفل المؤمنون بالعيد الثامن والعشرين لرسامة راع الكنيسة القمص أنطنيو الصبحي كاهنا على الكنيسة على يد مثلث الرحمات الأنبى باسيليوس مطران الكرسي الأرشليمي حيث قدم أطفال مدارس الأحد ترانيمة روحية لهذه المناسبة وبعدها قدم القسم خئيل ثابت هدية تذكارية لقدس القمص أنطنيوص معربا عن فرح أبناء الكنيسة في احتفالهم معه بعيده الكهنة والشعب والخدام والخدمات والشمامسة وكل الفئات بتشكر قدسك على الأيام الحلوة اللي انت بتقضيها معانا وبنقدم لك تذكار صغير علشان تفتكر ولادك في صلواتك كل سنة وغدسك طيب وهو بالمية وعشينة معلش هي هدية صغيرة لكن سنة وغدسك طيب واختتم الاحتفال بقطع الكعكة والتقاط الصور التذكارية أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل يتقدمون بالتهنئة القلبية لقدس القمص أنطنيو الصبحي حنى راع الكنيسة القفطية في الأردن بمناسبة مرور ثمانية وعشرين عاما على سيامته الكهنوتية متمنيين لقدسه أعواما ملؤها المحبة والسلام والعطاء في خدمة الكنيسة وشعب المسيح ترجمة نانسي قنقر